دعم قطر لتنظيمات الإرهابية والحركات المسلحة يعد من أكثر العوامل التي ساهمت فيما وصلت إليه المنطقة من تحديات خطيرة ولعل تنظيم الإخوان المسلمين الدولي الإرهابي واحد من أبرز تلك التنظيمات التي تمتعت بدعم قطر لتنفيذ أهدافها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها ما الذي يربط الدوحة بطهران والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي ولماذا تصر الدول المقاطعة على أن تكف قطر عن دعم الإرهاب الإخواني على وجه الخصوص علامات استفهام كبيرة يجيب عليها تزامن الحركات المفتعلة باستخدام أدوات موحدة لتحقيق أهداف استراتيجية متطابقة شمس الإخوان المسلمين لم تشرق متوجس العالم من أساليبهم وأطباعهم الهدامة أخذين الدين عباءه وطموح السيطرة عمامه انطلق تحالف التنظيم الدولي تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي ليعبر الحدود الدولية ويهدم بنية الاستقرار في المنطقة وهذا ما جاءت مطالب الدول المقاطعة لقطر من أجله إيقاف الدعم القطري للجماعات الإرهابية على رأسها الإخوان لماذا الإخوان؟ لأنهم باتوا أذرعا في عدد من الدول تتشارك في إدارتها قطر وإيران والتنظيم الدولي للإخوان في أهداف توسعية باتت جلية للجميع وهذا ما يضع علامة تعجب كبيرة كيف للإخوان أن يدعموا إسرائيل وعلى جبهتهم الأخرى من خلال قطر يدعمون حماس التي تدعي أنها تقاتل إسرائيل بينما هي تفتح المكاتب التجارية وتوطد علاقاتها بواساطة المدعو عزم بشارة والغريب وما الغريب إلا قطر أن صعود الإخوان في مصر بأن حكم مرسي المدعوم قطريا لاقى احتضانا إيرانيا دافئا فمنذ تولي محمد مرسي الرئاسة في مصر هرولا غاضا بصره عن العمق العربي والاستراتيجي إلى طهران ليفضح المخطط وتبدأ مرحلة جديدة من حياة هذا الحزب فوق الأرض وخارج القبوة الذي خطط فيه ليكيد لبلدان الوطن العربي بدعم من الدوحة فالإخوان في مصر منذ نشأتهم عملوا على دعم حماس عسكريا وماديا ليحكموا سيطرتهم على غزة ضاربين بعرض الحائط وجود السلطة الشرعية الحاكمة في فلسطين فتح وضعين طبقة جديدة من الغطايا على علاقات الحزب الإخواني الدولي مع إسرائيل بدعوى دعم القضية الفلسطينية في محاولة لكسب الشارع العربي هذا التحالف القائم على أعمدة أطماع إيران وأموال قطر وطموح إخوان مصر انتقل لمرحلة خطرة سميت كما يدعون ربيعا عربيا تبين أنه جحيم أودى بحياة الآلاف من الأبرياء فقد شمر الإخوان عن سواعدهم وخرجوا من خنادقهم بدءا من السودان الهادئة العاصفة وصولا إلى تونس التي اغتصب حزب النهضة الإخواني فيها الثورة التونسية حتى تمكن من السيطرة على البلاد ومن ثم ليبيا التي تلطخ بها علم قطر بالدماء عندما وقع في ساحات القتال معلنا دعم قطر للجماعات الإرهابية هناك ومحاولاتها وأدى الثورة فيها وكذلك الحال في العراق وسوريا دعمت قطر جماعات إرهابية مختلفة بحثا عن موطئ قدم على خارطة الحرب بالوكالة هناك وعلى حساب دماء الشعب العربي وترهيبه وتشريده حتى وصل بهذا التنظيم الدولي أن زرع بذوره في العديد من الدول العربية والشقيقة كاليمن التي دعم فيها الحوثيون وحزب الإصلاح الإخواني إيرانيا قطريا وكان خنجرا في خاصرة اللواء العربي جنوبا كما كان ما يسمى حزب الله وحماس المدعومين من إيران وقطر خنجرا يطعنه شمالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر